تحت رعاية سمو شيخ ناصر بن حمد الخليثة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أقيم سباقات تأهيل لمسافة 80 كم و100 كم دولي لموسم سباقات القدرة 2020-2021 في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة من الإستبلات والفرسان وبهذه المناسبة أكد سمو هو أن السباق التأهيلي يعتبر من أهم السباقات قبل خوض البطولات حيث يتيح الفرصة للإستبلات والفرسان لتأكيد الاستعداد للموسم ويكون بوابة للمدربين لتطبيق خططهم الفنية التي سيعتمدون عليها في الموسم وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد السباق التأهيلي لموسم القدرة شهد نجاحا كبيرا ومميزا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل الإستبلات والفرسان الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا السباق الذي يعطي مؤشرا كبيرا للإستبلات والفرسان بجاهزية الجياد وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نشيل بالتوجيهات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان في السباق وهي تدل على تميز الفرسان حيث كانت المراحل مثيرة ومحفزة وهو ما نتطلع إليه دائما وأوضح سموه أن صدارة فريق فيكتوريوس للسباق التأهيلي تؤكد النوايا البطولية للفريق الذي يكون دائما المركز الأول شعاره مبينا سموه أن الفريق جاهز لخوض البطولات القادمة ويدرك تماما أن المنافسة ستكون قوية وصعبة بين الاستبلات والفرسان وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الطيبة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة وكفة اللجان العاملة والحكام بتنظيم السباق بأفضل صورة تنظيمية وتطبيق التعليمات الصحية الصادرة من الجهات المعنية مبينا سموه أن هذه الجهود الطيبة لها أثر كبير على نجاح السباق هذا وشهد السباق تنافسا قويا ومثيرا بين الاستبلات والفرسان وتصدر الفارس فهد هلال الخاطري من فريق فيكتوريوس السباق التأهيلية الدولي لمسافة مائة كيلومتر ثم الفارس خالد إبراهيم فالفارس خالد يوسف من فريق الفرسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة